عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر واستهدف الاجتماع متابعة الموقف في ضوء المستجدات العالمية واحداث الازمة الروسية الاوكرانية حيث تم الاطمينان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية بما يسهم في توافرها بالاسواق وتخطي هذه الازمة العالمية واشار رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي وهو ما اسهم في تخطي ازمات وتحديات سابقة موجها الشكر لمسؤولي البنك المركزي على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية في التنمية